سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة برئيس الاتحاد البحريني للسيارات مقدرا سموه الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد من خلال وضع الخطط والبرامج على الشكل الذي يحقق مزيدا من التقدم في مستوى الالعاب الرياضية ومنتسبيها والتي تدفع نحو تحقيقها النتائج المميزة بعدها طلع سموه على الخطط المستقبلية التي سينفذها الاتحاد خلال الفترة القادمة متطلع سموه لاستمرار الجهود لتطور وتقدم الرياضة البحرينية وقال سموه هدفنا موصلة الجهود لدعم الاتحادات الرياضية بالصورة التي تخدمها في تنفيذ خططها وبرامجها من أجل الوصول للمستويات الرفيعة لارتقاء بالمنظومة وتحقيق المزيد من المكتسبات الرياضية التي تؤكد على ما وصل إليه القطاع الرياضي البحريني من نجاحات ومكانة متقدمة تعزز موقع البحرين على خارطة الرياضة القرية والدولية من جانبه عرب رئيس الاتحاد البحريني للسيارات عن تقديره الكبير لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والدول المميز الذي يقوم به سموه لخدمة القطاع الرياضي مؤكدان أن الاتحاد سيواصل جهوده من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التي تتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه لتطوير النظام الرياضي على جميع المستويات